اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النبي صلى الله عليه وسلم لبدي بعده بناء البيت وقصة التحكيم ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة جاء سيل جارف سدع جدران الكعبة وكانت قد وهنت من قبل الأجل حريق فاضطرت قريش إلى بنائها من جديد وقرروا أن لا يدخلوا في نفقتها إلا طيبا فلا يدخلوا فيها مهربغي ولا بعربا ولا مظلمة أحد وهابوا عقاب الله على هدمها فقال لهم الوليد بن المقيرة إن الله لا يهلك الصالحين إن الله لا يهلك الصالحين ثم بدأ يهدم فتبعوه في هدمها حتى وصلوا بها إلى قواعد إبراهيم ثم أخذوا في البناء وخصصوا لكل قبيلة جزء منها وكان الأشراف يحملون الحجارة على عناقهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في من يحمل وتولى البناء بناء رمي وتولى البناء بناء رمي اسمه باقوم وداقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد إبراهيم فأخرجوا منها نحو ستة أضلع من جهة الشمال وبنوا عليها جدارا سقيرا علامة أنه من الكعبة وهذا الجزء هو المعروف بالحجر الحطيم ولما وصل البنيان إلى موضع الحجر الأسودي أراد كل رئيس إن يتشرف بوضعه في مكانه فوقع بينهم التنازع والخسام واستمر أربعة أيام أو خمسة وكاد يتحول إلى حرب دامية في الحرم إلا أن أبا أمية من المقيرة المخزومي تداركها بحكمة وكان أسن رجل في قريش فاقترح عليهم أن يحكموا أو أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب المسجد فقبلوا ذلك واتفقوا عليه وكان من قدر الله أن أول من دخل بعد هذا القرار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه هتفوا وقالوا هذا الأمين رضيناه هذا الأمين رضيناه أو رضيناه هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر أخذ رداء ودع فيه الحجر الأسود وأمرهم أن يمسكوا كل واحد منهم بطرف من الرداء ويرفعه فلما وصل الحجر الأسود إلى موضع أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه بمكانه وكان حلا حصيفا رضي الله عن السحابة وردي به الجميع والحجر الأسود يرتفع عن أرض المطاف مترا ونصف مترا أما الباب فقد رفعوه نحو مترين حتى لا يدخل إلا من أرادوا وأما الجدران فرفعوها ثمان عشر ذراعا وكانت على النصف من ذلك ونصبوا في داخل الكعبة ستة أعمدة في سنفين ثم سقفوها في سفين ثم سقفوها على ارتفاع خمسة عشر ذراعا وكانت من قبل بدون سقف ولا عمود النبي صلى الله عليه وسلم من نحكم لالله سبحانه وتعالى أهبيوتا ومن أشائراء أمانت ومن أشائراء دلالت من بدري ترذيب على صلى الله عليه وسلم والصادق الأمين أو الأمين سمو علو خمسة وثلاثين سنة دور باطحاء النبي صلى الله عليه وسلم عمره ثلاثة وخمسة دور باطحاء لأيام لهي وحيد ماتها وحيد مرة بدوح سيل جارف ولقحبت ساعة أرياء أصدع يعني أحدثة تصدع في جدار الكعبة دا عراتا وتبعنا اللي هيا تحايت لانايا بلو عبر ساعة أرات وشاقة قد وقاف كمان تلو قبيق قبقه ودي بلا كان آآ آآ بدير أصلا تمنع كان شوية دائفة أعلت وحارف اللو حيد كمسا الماتها القمي بدير نادات أعلت وأصريه اللو حيد ماتها ولا دلمات كمسا الماتها أو داك أوجد من نقل عودا قحدة وشاقة قحصل ديبا وسطار بلو عبر ساعة أرات وقريش بلو حنا لازم من جديد مبنية ندا أوداقناها لحالة البسنية ثلاثة ناوداق أكاديم بدر ندا أوداقناها نبناء بلو وبلاق قرروا وأدي الأموال أو القروش لانداب أبو لماي لأيج أي لقلي كل سي الأموال دي بلاك عبدا تأتي ودي بلا بناء لك عبدا تأتي مال طاهر الطيب من حلال قلق بأبو مالنا يربين حدا ديبو مار مهرنا يبقي كي حالي نحد ديبو وإلي بيالو وإنسان ذالم أو ماذا لم تأبقى سبلا نسوء مال وإلي إناء أتديب بيالو ولأنه عقابنا يا رب العالمين فرهو والوليد بن المقيرة بياليوم رب العالمين لصالحين لمسلحين يهالوكم بيالا كبث من الله عنده بيالا وتباتا أمباتا أقلوم ودالهدوما دالهدوما دالعوادوقة خلاص كانت حوادي مقامنا يا سيدنا إبراهيم أبطلوة بعد كده يعني مننا أشرافنا يوم مننا أوجهتو من أساب باقا أقطاتو أورو الأبان رفع له النبي صلى الله عليه وسلم مثل الله أبو مثل أبوه العباس باقا أخو بعد الكبار رفع له برا زي سس الزراع القبيق قلي تجيها الشمال لأدمو مننا والا دا باقل طرف على حيلة ودوديبة دا يوم نجدوء منو بحجر الحتيمة وحجر إبراهيم وإسماعيل البهل برا لشويك إنها الليت لا كان إنلا دا نك إنك اللامل هاللو عقد لجيسا القيسام لقبول أمور الحجر إسماعيل لا كان والحجر والحتيمة اللي بولك إن بانها الليت خلاص يعني من تحت انت طبعا دا بانه بانه اكان لا حجر الاسود لبديبة لما ناين اتعليم لبديبة الحجر الاسود اللي كان هاد بدأ كمسال قبقوا خلاف ودهو حيناء نكريه حيناء نكريت بها لو كالأشراف نيوم والدو عمالة قبيل اختلفوا ودي بإلا كان تنازع حصلة وفي نقيهم خلاف حصلة وأشكال كمسال حصلة دي بإلا وكتلا أربع يوم حمس يوم لبناء باطراء بسبب إلا مشاكل حنات وانتم حنات وانتم دلتباه له أربع يوم أو حمس يوم قبي تقريبا تعد فالله لبناء يبنو ودي بإلا وكت إلا يعني ناس عبا علاق دي بوم آآ شاي بوم العبيح وقول ليا الله أكبر ناس عبيدي بالعلا لم يبا يوم لعلا عبيل عد شاي باعد لعلا المقيرة آآ أميّا أبا أميّا بن المقيرة المخدومي اللي بول علا وناس حكيم على واللي تقول لهم هنلا أول إنسان باللي باب مسجد للأتي يقولون حكم كتلا بإلا يبانيش قموما سلاكم بإلا وقاب له بس خلالة إحنا نختلف هنلا نصر له لينا نباننا للينا ولا قبائل ونختلف ودي بأسود يبقى عطال والتي نقباء أي إنسان باللي باب للصلف لما تقي لأتي انتحك مانا إلا وقاب أم هنلا نيبل وبهتلا بإلا يوم قابلنا بإلا وقدرنا يا رب العالمين وبحث النحذ أول إنسان لمعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على والنبي صلى الله عليه وسلم هيني من ربي معصومتو ومن بديرو بصدق من توهتو كمسا لمعطاه كلهم الشراو ديبو وابا ديبو وهللو تهليل لا إله إلا الله وهدفو الله أكبر وإلا بإلاو يعني بالضبط الله أكبر وتهليل إلا ديقابل لكن هتاف ودو لكن حنا جلب لمدناها وانفتية الهتاف يبتكبير وبتهليل من قبي بدعم آآ 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 وليه تبايلو وإلا الامين تبايلو لايه توت ليه الامين تى الامين المات على الامين ما تقبالوا وردينا ردينا 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 بكلنا ردينا بببهتلا لبلاو ببهتلا حكمما باحكم ردينا بها هالو ودي باللا كان آآ اتفقو اول ما هتو شبه وهتو مرأة. كمسالك عربة يوم مرأة يوم اصلاهولا خبر بالمناسبة حنا الاو الاو الا جارية فينجينا هاليت نختلف هالينا احنا ننكرروا ما احنا نتبقى هاليو اللي من كريمينك هاليك باكمسال فيليو كمسال فيليو النبي صلى الله عليه وسلم بالله ناس اه ولا بالله لان ما نايت تكو اده بالله كريو كورو ثم كانوا بات عرف لطبات فيليو وكلهم باطراف تابطو واسك اكانو كمسال عبطو باديو ناس ايو والتاكانو كريا النبي صلى الله عليه وسلم وقلو حكم اللي وحكم حليم وحكم حال حسيف على وكلو ردقبو. لان ما نايلة تقليم هي ميتو من انبل الحجر الاسود يرتفع الحجر الاسود عن ارض المطاف مترا او نصف متر. ادي لك عبادكم مسالك ان انت هلا مسلا ولا المسال الاعلى وقدامك انت اوفو لطواف من نحجر الاسود اللي انا بيت ان ديالة 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 القلبكان ناحدا كاوك ان انتو بسم الله الله اكبر تبال من راييم قبل اكمت اكمت قبل ما تلك اسعمو وتوالي تحلف لا اكلة عربية لك قبل او زيادة متر متر وسر منا مدر رفوحتو الحجر الاسود ولا كان امرتكم مسالك ان نزام اللي واجام قلها له اه وليتو اما لاباك عبت هيني اه من كل امتر اه قبي اه رفعو العل ادي الميل حضو كاين اكبر 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 اتديبه وكمساليها كمان لحقيق لنايال الجدران لنايال قبله قبله لهالليت من ثماء من عصر ثمان اه ذراع رفعو العل وكمساليها ننص لنايال على بدير ولا كعبت من جوه بسس عمود بنواء ديب كل اسف ومن العرصة القفي على اقلاء وحرسه dugolas وبدير سقفي على قلا واعمنتي على قلا اه هذا وصال الله وسلم على ندينا محمد صلى الله عليه وسلم بناء اه البيت وقصة التحكيم ديب اللي انتهت ابي حكمتنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيل difí فيقلي شر وقتال وحرب ذات الله تحدى علي تفضل رب العالمين وحكمتنا النبي صلى الله عليه وسلم انتهي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة